اشهد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اشهد بسياسة الخارجية الحكيمة والمتزنة لمملكة البحرين وريادتها كأنموذج فاعل في إرساء دبلوماسية السلام والتفاهم الدولي والتضامن الإنساني من أجل خير البشرية وتعايشها في أمان ورخاء وأعرب لدى مشاركته في أولى جلسات الملتقى الدبلوماسي الذي نظمته وزارة الخارجية بعنوان الدبلوماسية البحرينية في عام 2024 المواقف والأولويات والتحديات أعرب عن تقديره واعتزازه بهذا اللقاء الجامع بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة كبار مسؤولي الوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج تزامنا مع الاحتفاء باليوم الدبلوماسي وأعبر سعادة وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية في هذه المناسبة الوطنية عن الفخر والاعتزاز بمبادئ السياسة الخارجية الراقية والنبيلة لمملكة البحرين التي أرسى قواعدها القادة والرواد على مدى أكثر من خمسة عقود واستعرض سعادته التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع وزارة الخارجية وأولوياتها في رعاية مصالح المواطنين وتطوير التعاون السياسي والقنصلي مع الدول الشقيقة والصديقة وتطرق سعادته إلى المواقف الدبلوماسية لمملكة البحرين وحرصها بقيادة جلالة الملك المعظم على إحلال السلام العادل والشامل وإنهاء الحروب والصراعات بما فيها وقف الحرب في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر